ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قد يقضون سنوات عديدة في السجن واعدادهم للعودة إلى المجتمع وتعلم المهارات والمسؤولية والإيجابية بحيث يؤدي هذا على المدى الطويل إلى تقليل معدل الجريمة ودمج الناس مرة أخرى في المجتمع واعدادهم لعيش حياة إيجابية بالكامل داخل المجتمع كما أكد المحلل السياسي والدبلوماسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديفيد باول أن برنامج العقوبات البديلة أكسب مملكة البحرين اعترافا دوليا بنظامها العدلي برنامج السجون المفتوحة هو جزء من سلسلة من المبادرات داخل البحرين لإعادة تأهيل النزلاء والمحكمين من جميع الأنواع وإعادتهم إلى المجتمع وهذا ما أكسب البلاد اعترافا دوليا لأن هذه خطوات نادرة في المنطقة وكذلك هذا البرنامج الذي تم تصميمه لتعليم الناس مهارات مجتمعية إيجابية مع الاحتفاظ بهم داخل مرافق احتجاز آمنات أثناء الليل جنبا إلى جنب مع برنامج العقوبات البديلة حيث يتم إطلاق سراح السجناء في وقت مبكر بالفعل للقيام بمزيد من الإجراءات الإيجابية داخل المجتمع هذا الأمر يمنح الأمل للمحكمين وللمجتمع لأنه طريق للتوبة للذين يقعون في الجريمة أو الأرهاب ويمنحهم الطريق للخروج من السجن وللتطلع نحو عيش حياة أكثر انتاجية وهذا جنبا إلى جنب مع العفو عن السجناء الأمنيين يخلق فرصة للتطلع إلى الأمام ووضع معيار للعدالة في جميع أنحاء المنطقة وحتى على نطاق أوسع كما أشار سيد ديفيد باول المحلل السياسي والدبلوماسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أن برنامج السجون المفتوحة يعتبر خطوة هامة في المساهمة في إعادة دمج المحكومين في المجتمع من حيث ما يمكن توقعه في المستقبل من برنامج السجون المفتوحة هو الحد من الاكتظاظ وهي مشكلة خطيرة كما هو الحال في العديد من البلدان وأيضا إعادة دمج المحتجزين في المجتمع بدلا من تركهم في السجن بدون انتاجية أو دون تعلم أي مهارات وعندما يخرجون لا يعيشون حياة إيجابية لذا فهي خطوة مهمة للغاية وتشكل جزءا من برنامج للمساعدة في إعادة الإدماج قدمته وزارة الداخلية ونظام العدالة في البحرين بما في ذلك برنامج العقوبات البديلة المصمم لإعادة السجناء للمجتمع ولولا ذلك لعاشوا حياة غير منتجة ويشمل هذا البرنامج على وجه الخصوص أولئك الذين ارتكبوا جرائم أمنية وإرهابية خطيرة لذا فهذه خطوة مهمة للغاية